اشتركوا في القناة 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 أقول الله يا أبو صالح قوله ويأخافي عادوا ببعث أهل بطريقة أخافي يشيرونه قلت معي يكشيرونه المهم ذاك يعني فيه العرض التصوير أعتقد زي نحن هي شيشة بره الكواليس نحن مسلم يسمع السعر بيقول أنت سبب هذا المهم قال وهو يعني نتكلم على عن رضعة الأبقارة ما الأبقارة ما نقايا للمصطلح يعني بحال هذا زين المهم وهذا إفه يعني مش هي ونسى مش هد اللي كان بالفندق وانا اقول له ها بصالح ما تبي قوله شان يرد شن هاو قال على المقارة قال يا والله شان يرد تعال عطني ويهك يعلق على واحد كان ويهك ما شاء الله صج حمر زين عطني ويهك شن وضرب الإفه زين يعني من الشغلات الحلوة بهالكواليس إنه كنا غير شباب صغار ومنطلع ونينن الصلال أبو خالد الله يطول عمره إبراهيم الصلال محمس ري شو كنت تساوي فيهم أبو محمد؟ يعني احنا شباب صغار هم هذي الأكبار وعندهم أيضا قضية المسرح الوقت لا يطول لا 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 كنت مرتزم بالوقت أبو محمد؟ لا لا احنا شباب صغار فينا باور على قلتهم فندش المشهد ونلعب لأنه نبي الناس يعرفونا بعد يعني لأيام تونا أسماءنا قاعد توها ما أبرزت وبعدين تقعد تشتغل مع أسماء كبيرة مثل ما تفضلتي فنقعد كل واحد يضب له فنان من هنال الفنانين نتقعد نشكي له أد منه عندي أنا أحمس ري الله يرحمه أبو جمال الله زقرت زقرت أقول أمي أبو جمال ما يصير ما قلنا شي مرح قلته أه أبو جمال والله والله هادي شوية هال شوية تصير ربع ساعة نص ساعة بس وتخرجون فيها على النص؟ ايه هو كوميديا لازم تخرج على النص حتى الدراما العادية تخرج على النص أنا دكتوراه مالتي خروج على النص فعلا رسالتك كانت عن الخروج على النص؟ لا هو الخروج على النص هو الزيادة الحلوة مو الزيادة المؤلمة يعني أول ما تنفع هو الخروج على النص اش حقه؟ هي نوع تقوية نص أنا مرحب مو في صدد إنه نشرح بس هو نوع من الفيه الزيادة يعني فيما يقول الشخصية نفسها تحتاج بعض المصطلحات تحتاج بعض الجمل هذا الزيادة مو زيادة إنه اللي بعقل الناس إنها لا 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 لكن بوب حمد تقول إنه يعني الخروج على النص للشخص اللي يقدر طبعا على هالموقف يعني مو أي شخص يطلع من النص لا 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 مو أنت اليوم هذا القصد اللي يطلع النص لازم عارف ومو أنت يطلع ومو أنت يديش وش يقول؟ يعني أنت هم بتزيد على الحوار اللي أنت موجود أو المشهد يتطلب تطلع وساعة السن موقف حدث بنفس الوقت هذا يعني صار حدث بالبلد شيء شديد والناس هذا تدش وتطلع تقول حدث عقب فترة خلاص انتهى الحدث ما تقوله؟ يطلع شي ثاني خصنا المسرح حياتنا اليومية يعني ما أقول أنت مثلا هذا عندي أنا إن شاء الله حد يقول طارق يعني إحنا حدث اليوم يعني حدث الرياضة فاز نادي معين خلاص تغير بس يظل الحوار كما هم جميل مثلا حين بالميلس أو اليمعة أو ها تلقي قالوا ما حدث المحوري؟ حدث الساعة هذا الزيادة اللي تصير أو إفه بس وهذا اللي ضيف نكهة على جمال دور الفنان طبعا يختلف ومو ضرورة الفنان نفس هذا يعني طارق العلم مو مضرورة كل العمل مثلا أو حدث يطلع عن نص فيه يعتمد على نوع الحدث بس ولا مو شرط أن طول المسرحية خروج عن نص خروج عن نص حتى الأفه هو خروج عن نص لتقوية الحدث لإنعاشه ليلة ساعات في بعض الأخوان أحنا ما أنا بنقلبه حوار يعني هذا بس هذا بالكواليس أنه هني عندنا المشهد هذا ضعيف أنا قلت أخوان المصريين نعلي الدحك ليش؟ عشان المتلقي ما يمل يضحك يستانس هو جاي يفرفش عندك طبعا جاي يشوف موضوع ذاته فلوس عشان يضحك مو بس يضحك جاي أنا عندي رسالة بعدين مو أنت رسالة العمل لما تقول كل هذا تبين رسالة بعدين لازم تعطيه الإبهار تعطيه المتعة تعطيه البراءة الاستهلال تعطيه شغلات عشان هو يقعد ويكون جاهز على تلقي الرسالة أنت مو أمن أبو محمد أن كل عمل فني له رسالة؟ لا ساعة تصير ضحك من أجل الضحك مش لازم رسالة لا لا مش شرط هالرسالة أنك تضحك فيه كثير من الأعمال تكون حلوة فيها رسالة خفيفة أو يمكن ما فيها رسالة بس كوميديا استبدأت وطلعت مو شرط ترى كل عمل لازم رسالة وكالا لا 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 اليوم نعلم السوشال ميديا موجود كل شيء يوصل رسالة ويوصل كل بس يظل مسرح لا فعليتها جو الخاص مدينة الرياح عمل جميل الله شو تذكر منها؟ مدينة الرياح أقلت عن كواليسة هذا أنا طالع مكان مسلسل تقدر الخروج عن هاوية أول انحراف خروج عن هاو يمكن الله يرحمك كاظم القلاف من المخرجين الأيقونات الكويتية رحمة الله عليه طالع من استيديو ثمانمية واللي يناديني المخرج المنفذ حمدي أبو الوفا من المخرجين أيضا رائعين جدا بس ما يبقى يصير مخرجة يبقى يصير مخرج منفذ طرواه المصري بعد دلعونك طرواه تعالا هذا بالثمانينات هلا ها استاذ حمدي تعالي شباب عمري يعني ما يقارب عشرين عشرين تعالي شنب عريض شي تنحزام أمان جاكسن تعال شفيك تقول عندك حاجة؟ قلت لا لا ما عندي شي تقول تعالا روح غرفة الملابس ايه ش السالفة خش يا باقة قلت قلت ولا مكتوب على الأسامي قلت مكتوب بحلقات برامج مثل الله يتكرر بالخير ولا مكتوب بالفنان الآن هو دكتور مسي عليه فهد عبد الرحمن النجار نعم كان دورة يعني ايه دورة ايه شنو هذا تقول البس البست ما خوش شاهم الكواليس جل معقدة هو يموديلين انت هين أرى الحاكم السلطان الوالي مش عارف ايه 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 اكي اوكي حلو حلو أنا كنت أيامها بالمعهد العالب المسرحية ودخلت ايه احنا شباب الاخر وصخر طلبت المعهد يشاركون بعض مال أدوار ثانوية في بعضهم منديش نجم يعني هو نجم منديش بس إذا توفك ما استلم النص يعني تقرأ النص تدهر على طول ايه لا تقرأ تحشيت السيديو خوش وقفت ولها أمي رحمة الله عليه السادة أحمد الصالح جاسم النبهان الله يطول عمره هدى حسين ايه لا لا بس في المشهد هذا وانا كنت دور الوالي ما ادري اني والي عربالي يعني ما ادري وقال لك بدأ المشهد مولاي اول مشهد اصوره مولاي زيني والله وكي شخت اروح لبيت اعجبك الوضع ايه الحجية يومه اليوم صرت والي تقولي زيني بشارة بشارة والي على منه وقلت عمي عمي الصالح تقولي وناسه وين هذا يقتل الله برمضان استانست هذا أمو المشهد لا اكبرت السالفة انا عبالي مشهد وامشي ايه عام ثمانية وعشرين حلقة ايه كان هناك ايامها كانت المسلسلات على خمسة عشر حلقة ثلاثة عشر حلقة لدراما ما تطول ثلاثين حلقة ايه ما تطول بس الان على حسب طلب القنوات يعني والمنتج والامور كثيرة داشت فهذا من الكواليس اللي اسمها اذكر في كالوس اعتقد هو الانحراف او الخروج من الهاوية او شغلة شذي يعني من العمار فاعمارنا الله يرحمك هذا مقلاف بوائل شا يقول شين داشت لي بالشنب هذا تعونا كبرانين وشليلاتنا شان يقول شين 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 كان وياه منه حسن ابراهيم الفنان حسن ابراهيم وعلي الله يمسي بالخير يمسي علي بالخير اللي جميع قل اقول والله قال والله اشيل من صجك قال والله تشيل يبك الله اربع حلقات شين شيل صعبة عندك ابو محمد يعني تشيل الشنب ايه وساكن انا بالجارة حق المعاير يا ولد انت شايف شنبك استحلى وجهك الله يمسيه بالخير هالجارة والله واش عنا اقول له يعني دور حلو قالوا لي ايه دور حلو اتطقه يطلع بسرعة يطلع ضقه نيط يط والله وايه براد ايه والله واش كان عجيب اتضحك منه كان مع ادويانه ما ادري منهم كان قال لا ما انا شايف وان شاء الله معظم الاعمال اللي قدمتها فنان نطارق يعني فيها اسماء قديرة اذا بنتكلم عن لن نعيش في جلباب زوجتي ايه ايه عمل جميل ايه كانت في المرحومة الله يرحمها نصار شراح ايه 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 بشت المدير كانت بشت المدير جلباب زوجتي كان الفنان عبد الناصر دروش عبد الناصر دروش وايضا اخوي الفنان حسن البلام ابو علي كان تو يعني وسوينا جو حلو يعني فيها وابو عبد الناصر اتوقع هذه المسرحية في يعني دايما الفنان طارق علي يعز عليه المجموعة اللي يشتغل معاها كله محبا اذا صار في شيء من الجمهور خطأ او شيء معين طبعا هذا يكون من القلة من الجمهور ياخذ موقف الفنان طارق علي شو هالمواقف شو انا طرت ممكن اثنين او ثلاثة ليش لاننا احنا يعني لازم تحترم الفنان اللي على الخشبة يعني اليوم هذا جاي يؤدي لك دور ما هو بهلو يعني حتى البهلول يمكن دور غير لكن ما هو سلعة رخيصة طبعا يعني هذا الفنان يشتغلك ويضحكك وينسك مو مدعاة المسخرة عليه احنا يمكن نقطع على بعض فهات نعلق على بعض بحدود حتى احترام نحق بعض ومتفقين لكن اليوم انت تجي اجي انا اذكر واحد كانت كلمة وصخة على ممثل وقفت كان طار الفين والفنان الله يرحمه ابو البنات اسمه توفى سأقول لا 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 وقف كان اخراج فؤاد الشطي مدام الشارجة المسرح النوعي طبعا الله يطاول عمر سيدي وتاج على رأسي حاكم الشارق سموه شيخ دكتور سلطان القاسمي وانا بعد احني بها المناسبة مرور خمسين سنة على توليه مطاليد الحكم وان شاء الله بعد خمسين ثانية طول لهم عمره هذا ابونا ابو الفنون ابو الفن نعم هو رسمي للفن نعم والله عز حكام المرات جميع على رأسهم صاحب السمو ورئيس الدولة شيخ خليفة بن زايد انهيان طول لهم عمره ويحفظكم يا رب حكام حكام من الكويت شعبها فالقصد انه هذا يقول كلمة على الريال كان دور يأدي دور وقفت الله يرحم فائد شط قال لا لا يا الله صحنا حلينا الموقف قلت لا 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 هو على تحت يعني دش بالجمهور قلت لا 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 دش الممثلين داخل كانوا ينادر الحساب قلت هذا اللي ما احترم موجودنا كلنا كان يا نماج السلطان رحمة الله عليه عزيز الفيد أنا كلها رحمة الله عليه طورة العمر هذي أسماء كبيرة أنا اشتغلت معها أنا صغير شباب يعني ف ولا هذا اللي علم ما أخذين سطرة كاملة ورا شباب ومراهقين ممكن دائما الشلة يكون فيها واحد اثنين ثلاثة حق الضحك يعني عبد الزعيم يكون ايه قلت لها بره بره شعر يقول لا قلت لها بره بره وجمهور قالوا لا تفضل أخوي لا تخرب علينا طب هل المسرح لأخلاقياته ايه وإحترامه وساعة وفي ناس اتفاعل معانا تعلق نتجاوم معها أذكر أبو علي حسن البلام أمشدي مرة أمعصب على هذا مسكته لأن حرمه قطت كلمة علينا وقالت لها مش عارف يعني صار شوية جدل بل قلت لها أحنا أبو علي خلص من خبرتنا طبعا أحب علي الآن أبو علي صار عندنا الخبرة أيضا يتعامل مع الجمهور ونجم النجوم من الكويت كواليسك مع حسن البلام يعني شخصيتين كل شخصية ما شاء الله عليكم الله يحفظكم فيها جانب من كوميديا مختلف مميز لما تجتمعوه مع بعض على خشبة المسرح شي صير نحن نستمتع نشوف شو كواليسكم أي فنان كوميدي أكيد لا كواليس حلوة يعني يمكن من المواضف مرة أنا وأخوة حسن البلام كان عزكم الله يبجواتي حق كاركتراته يعني في جلباب زوجتي فأرش سويت أنا كنت أبرجع له لأن احنا انتقلنا عنه وما تكلمنا عن كواليسه إي إيها لا لا هو أبو علي فعز جالله أبوك جوتي طبجة طبجة إذا أنا حرق عليه ساعات يعني هو يعني شنو يعني 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 عنده كاركتر في المسرحية فبكت جوتي يعني فطالق يعني فأقول لي يعني 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 يايب لون حلوب زين أبو علي أذكر بعد من كواليس مرة شي مايشو أذكره سهة وأنا سول أبو علي يعني يعني هو سهة يعني 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 بس سهة شيئات من العروف يجي الباب وعلي حسن حسون الجمه يضحك ها ها ايه بس لا أيضا كاركتر الخاص وجوه الحلوب وعلي وبشت المدير أيضا هالعمل بعد جميل ايه هذا كانت معنا يا الله رحمه أنت صار شراح الله يضحك يعني نسوي ودقات وبعض يعني يعني يوم الأيام الله يذكره الخير بعيسا الفنان محمد الجيمي كان نحط شيء صبغة شيء ذهبية ما يسمونها يسمون الذهب يحطون على الشعر الشقرة إيه شقر الشقرة شديه والله لها اسم ونستلمه ثاني يوم من لصابق هالجومات رعطان ويقلت لا لا والله بوعيسا ممكن كان الدور يطلب منه لا 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 ما يسمونها شيء خصلة تصير مثل خصلة شيء كان صابق هذا وستلمنا العقل يا بخالد هذه العقون أنا أسمي دائما طبعا إذا صار في نادي قادسية ما قادسية يحوس واذا تضعون عليه فكواليسنا كانت مليئة في الصحك محمد رشود الله يرحمه من المنتجين اللي عمل نقلة في المسرح الكويتي ككوميديا يعني صقر رشود محمد رشود هنا نوعي وهني نسمي الجماهيري فمحمد رشود عجيب ونقعد بكواليس محود مصاكر وعنده أيضا شغلة يقعد سوتي شوال الله يرحمه وصقر أقول له هذا فقر ممثل ليش عنده سبحان الله هالريال من تقول له هذا فقر صالفول بس خلص يخاف يخاف من العين يخاف يقول له فقر يقول يعني أمشي فهمتين لماذا تفعلون فيها المقالب بسوفي نعم الله يرحمه شباب صغر فكانت هذه البداية دائما يعني كثير من الأسماء الجميلة اشتغلنا معهم أنا يوم الأيام سعد الفري أبو بدر حد المسرح وطلع زعلته اي والله مو بالبروبات شو سويت اتأخرت وزيت وهذا وعصب التزام ولا لا وأنا نحق يا أبو بدر أبو سرازة خلاص فهوات داخل دعال بس الموم رضى ودج داخل ولا جدوا بالحوار يعني أذكر اي والله هذه الشخصيات تعلمك تعلمك أصول المسرح في مكان العمل هو شو ترى في في شغلات تتعلمها من خبرتك بالشغل يعني اليوم احنا ايضا أشياء قمنا نعلمها الشباب بس سويناها احنا يعني هم أخطاء طبعا مش معنات ان خطأت فذا الشي مع علمنا غيري اي ساعدانييني واحد مش هذا أقول ترى سوينا سوينا خس عنهم بس يا جماعة تشذي أحلة اليوم بعد ايضا الوقت اختلف الجمهور اختلف شو المواقف المضحكة اللي صارت في المسرح أبو محمد المواقف اللي لو ذكرتها اليوم تضحك وتضحك أبو عدنان رحمة الله بسيف العرب هذه فركة الزولية هذه يعني كان يضحك وما يتوقع اني اسوي وشغلات يقول هذا مينون طالع أخاذ العبيد الله طول عمره مريم الصالح الله طول عمره الساب حياته الفهد الله طول عمارهم مينون الله مينون فأنا هذه سيف العرب أكون أو لا أكون خلاص هنا اليوم إذا أنت تشغل مع أسماء كبيرة يعني تثبت وجودك ولا تمر مرور كراب يعني أبو عدنان من الشخصيات اللي يمثل الدور الفكاهي حتى لو كان يعني شخصيته جادة لكن الموقف يضحك لا لا هو يضحك ويعيانا يضحك 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 فأنا سوي يعني هذي مال الزولية شرها شوي هاي زينة هاي عمي أرى فهي استارس علي وانت اليوم الحي حييك اليوم خصنا احنا اليوم هالتجربة هذي لما يني ممثل شاب وفيه روح حلوة قول فأعطاني تبطيل أمان يعني أنا ايتي منجم يعني سويت كذا مسرحية عصفة صحراء طاح مخروج فاسمي بدأ يعني طالع بس أيضا أنت جئت عند كواكب جميلة ها أسماء الجميلة فاليوم بجسوم الله يطول العمره فنان أحمد جوهر عبدالإمام عبدالله أحسن يعني فيه أسماء لا عدد هني ثبت مشاري رحمة الله عليه البلّام الله يرحمه الله رحمه مشار البلّام مشار البلّام في مسرحية المكشوف اللي ويانا الله يطول عمره سعد فري أبو بدر حبيبي العادة إحنا في أنا وحسن المنصور وحسن البلّام شوف المصيبة تجتمعون مع بعض يعني كنت ناتج مصيبة أي أكيد زين كنا سويا مسلحية عن مكشوف رياضية المهم كاب و بدر واقف الكواليس ف يدز بشاري يقول لها ديش واذاك يخاف في ديش أقول لها كنت سبأأخذ كاركتر تحية لأخوان اليمنيين أقول له أبعاء تدخلها علينا وحسن توا بادي يعني بداياته كانت وحسن الفنان حسن المنصور أيضا من الأسماء الكبيرة ومن قدامة في الفن زين فأجل عمون شباب أصبر أصبر سوي لي شيء بشاري ولا من وراء ببودر شاري دزة داخل مسرات والله ما علي شغل ما أنا قال لك ادخل ببودر قل أنا أنا قلت لك فالناس تضحك إذا مدام أنت دفيته ودخل علينا ما يهمك مشاري اقلس جلس وقاعد خلاص نلعبنا بودرهم يعصب علينا يان أنذار كان مجلس دارة المسرحية أمي أحمد الصالح الله يرحمه منصور منصور رحمه منصور رحمه منصور رحمه منصور يعني أسماء كميرة كانت عبد العزيز منصور رحمه الله عليه كان شركة الواحة أذكر فعطوني أنذار ليش أطول واخر تطلع من النص عطوني يا كان عاد أنا كأني بياع نسمي بنك ما ديش تسمونه البنك نعرفه نعم البنك نعم زين في وقت تقول بنك بنك كان أطلع لندار بين الجمهور عطوني ندار ما بيزيد الحوار بنك وقت تقول هذا شي نسوي له بالله شكرا على الشفافية طبعا الجمهور يضحك يصفك حلو الواحد اليوم أو هذا اللي يميز للمسرح والشفافية بين الفنان والجمهور الجمهور يعيش معاك الحدث وشو صار ويعرف شو اللي صار فهذا الجميل وردة فعل الجمهور دايما المباشرة هي الفنان يعرف إذا المشاهد مستمتع معه ولا لا حياة الفهد كري كري بسيف العرب تضحك يعني أنا أعينيها كاركتري حتى في هذا ما الكاسور أغني تضحك يعني كنا يعني الكبار شو ما واقف اللي تذكرها معام سوزان سوزان شو سوت فيها هذه الشخصية طيبة الحبيبة طبعا ظل فنانة وأيقونة كويتية نحطها لأنه رأس الفنان نوجه لها تحية مسوزان وهنا الآن نحن خلف الكواليس نحن اللي بيننا بيننا لكن أيضا نظل اسم وعلم كبير نحترمها ونقدرها وخيارتها ترضى زي لأنها طيبة تقصون عليها لا لا من قص عليها لأن أنا بقى طيب طيب يا طيب طبعا زي الامراد في مسلسل بمرزوق طبعا هذه أيضا من الأشياء خروج عن نص الفنانة حياة الفهد ولعبها كفنانة كبيرة واسم كبير مع أمي حمد صالح أنا والفنانة الله يبسيها بخير هيفا عاد القاعدين مثل المشهد مشهد أذكره زائرتنا البيت وعصبا نتزوجت وشديد أنا وعلا قاعد ويوم وهتوها تطلع من المشهد من الباب شعنت رقعني كفت شرباخ رقعتني وانحاشت وهو مش ضمن النص لا 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 رقعتني كف وانحاشت طبعا هي طلعت بر المشهد وتضحك يعني يعني يودش نقول أفوال لا موقف ما متوقع من أم سوزان ايه انا ترى يمكن حرقتها الأمومة شوي أم سوزان أنا خلف كواليس سليمان الطيب كانت جمعون الله يرحمه مريم غضبان سعد عبدالله سندريلا شاشة الخليجية واستاذ سيدة شاشة الخليجية سادة حيات الفهد فكننا ببيت أنا عندي طبع بايخ نالك كواليس عشان تضحكين حيات الفهد ما سوي فيها مغالب بايد أنا يعني ويمكن قلتها في برامج أنا شا سوي قاعدين يسول فإحنا ببيت قديم في السليمان الطيب مسلسل هذا أوائل بالتسعينات نعم سليمان طيب جديد نعم فإنهم قاعدين يسولون يعني شا سوي وهذه حركة والباب اللي أنا طقه صوته شراب عرارا شي فأنا شا سوي أي وراء الباب تخيل الباب طبعا حياة تنقز وحياة عندها تشتفة تخطر عندها تشتفة يمكن في نوع ناش شا سبح الله ترد فحياة فأنت شو فيها مقام مرة بكت غداها حرم بسها مو كواليس مسلسل الله رحمه مشاعر البلام وياي والله يتوه عندها كابرس نسمونها الكبسولة طويلة هذه السولة زوارة تبين تحط غداها وما دي وين بتروح زوارة فخدام اياي وحط بالجدر ملفلف شغل عايز ملفلف وربط وجدر زين وحط دبت في السيارة شاء نلف في سرعة كان عندي ديسكافيري جيب وانو مشاعر شميتوا الريحة ايه مشاعر شفت الليل في سورة بتحركة الريحة الطير في الموم شعر نصفط وتنحاش الخدامة ياخذ مشاعر الجدر ويحطها وعلى الدنيا السلام ايه هذه ونحشنا تلثمنا هي الخدامة انطالح من بعيد رفينا اللفه ووقفنا بعيد يعتحت الفهد سوشي وينها الموم الخدامة تقول لها راحة وهذا سوشي راحة تعبان عليه اعتقد كان مموش شي مموش وانو كان ارد بسرعة وحياة تبدش كانت ساكنة بسلوى تبدش بالممر شاء نصط بسرعة ونركض وراها بثلاثمين فقر طور ولد لست ان شح شا lim تبدو ولي هض علم idar يعني شو النفس الدنيا اللي باقي غدا أحليلة يسوع عليها هالطباخة اللي يعيبت النوب غداها سويت فيها مواقف أنا أم سنسان عندي من كواليس الخطر معهم دائما الأولي كان عندي مشهد طبعا هي ما لها شغل بس كانت وياها ساكنة بالصوابر فأنا كنا بدورية عندنا مشهد قا نصور كان أخلي المشهد ولف يسار اللي هي دهوها داشا عرفت سيارتها كان عندها بعد من شنو سيارة فخمة شي حلوة الموم داشت بتروح بيتها شانا مشي وراها وقف يا رأي سيارة تكره من شنو سيارة وقف يا وقف هي تقول حمي عارة كان عندها بيأم صغيرة شي وقف وقف يا رأي بيأم رقف رأيم وهي تحوس انت حال شخصية 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 لا دوري نازم بدأ لكن خطة من المسلسل يعني والله أصفط وراها الحين هي وقفت عند أصاصرات شي موظفة أرضية وان شاء الله تزلها ويتقول حسب يا الله عليك بس عد ردت في علاقك تقول صبت أمامي تقول ما خالفت مأجورة من وراكم لا حبيب أم هاني الموقف اللي حنا نسويها ببعضنا الله يحفظكم يا رب طبعا هذه الشغلات الفقاهية نحن ما نعرف عنها المشاهد ما يعرف عنها وما نتابعها إذا كان في مسلسل أو عمل أو يعني في بعض المسلسلات ممكن يعرضون الكواليس آخر حرقة مثلا إذا بنتابعها في برنامج نفس هذا البرنامج وإحنا حابين نعرف هذه الدقائق شوفي أقطع كلامك بخير آسفة أتذر مني تفضل في سحفة كانت أمي بوقتها توهم توفي الله يرحمه وتعالى وموته المسلم فمن اللي قاعد يواسيني سيمر طيب سوزان يحليل إزاه الله خير علي كثر من طفرها ومن بعد ويانا أحد شيء المهم أعتقد طيب إبراهيم طيب الفري طيب عايشة إبراهيم الله يرحمها طيب الفري فقاعد يقولوا لي هذه الدنيا والله يرحمها أم كان أساسا أنها حنونات ومدمعة طبعا حياتهم بعد الله يرحمها سعاد سعاد شوية قلبها شوية تمسك روحها ما يخالف طارق هذه الدنيا والله الحمد لله راحت راحت آه خلاص ألقم منها وغطبان وعلي حرام شو تقول عاد أقولها بس أم ماشو أنا راحت مو مهم أعرف إيه مو مهم خلاص المهم تركت لنا وارث الحمد لله أخي الحياتي شو شي شو خربط مشاعرهم شو مو مهم لا مهم خلاص الحمد لله طلع لي عمارة بالمطلع وشغلة شذي بيت بالمطلع حنا المطلع دي شليا ما هي بر أنا قلتهم تشول بر نطلع نخيم وانت طلعت لك عمارة فيها بطلار تسوي شذي شنو وش قاعد قولت خربط مشاعر الحمد لله الحمد لله تقول هكيد الحمد لله قولت بالمطلع بر يعني مثل عندكم حتى منطقة برية منطقة مفتوحة وفي شيء المهم كانت تقول ملع غضوان عد ملع غضوان كارت الله يرحمه الله يرحمه شو تعطيني عباب في عينك وانت قاعد تبشبش لك وانت قاعد تلعب زي فهذه الشغلات يعني يعني روح الكوميديا موجودة في طارق العلي حتى في ممكن تواسيه في ممكن اللحظات الحزينة في حياتك لا أيضا في ناس مثل هذه ليش تدخلهم في حزنك إذا بنتكلم عن عمل معتوق في بانكوك هذا العمل كان 2009 تقريبا ولك مجمل أعمال في الأفلام خمسة أفلام تقريبا تقريبا لكن معتوق في بانكوك هذا بعد كواليسة غير ايه معتوق في بانكوك أيضا من الأفلام يعني الله يبسي بخير أخوي عيسى العلوي كان مخاطرة وإننا إحنا نقدر نسوي أفلام كان أحد المنتجين من أخوانا من مصر الحبيبة وفرحنا له عساس أنه بنعرف السينما أكثر هو كان منتج ديش الأيام اسمه مولة يعني ولازال يعني فقال لي يعني نوعا ما نقم في بلدك أحلى إيه ما يبيت أبويانا عيسى يعني معجبتها هالكلمة السورة لي يعني فقالت له صح كلامك يا باشا أنت صح يدون إحنا لازم ننجم في بلدنا عشان الناس أيضا دول الثانية تعرف الأكثر صح كان قاد وضعك شاب ضب عيسى ليش يقول كذلك ليش ما قال بالأكسن تعاون قال ما علي قلت له ما علي اللي ما يأرفك ما يذهمني ما يذهمني شاي يقول شين سووا شين سووا أنا هذك راح نعردين الكويت وإن شاي يقول لي بحمود تعلى بك قاعد عندنا بمكتب هو شريكي شاي يقول شاي يقول شاي يغصي شاي يغصي كان معنا أيضاً علاء مرسي الفنان مصري وجهي تحية يعني كانت إمكانية أن نصنع فيلم بسيطة ما عندنا نحن في الخليج لكن كانت خطوة جريئة إيه لا لا بالأكس كانت خطوة وحندنا أدت عندكم بالإمارات صارت الآن السينما وكيف مهرجانات واليوم نحن لازم يعني حتى الغارة منصات كلها خليجية نحن الأولى في عرض أفلامنا صحيح يعني الآن صار نشوف أفلام في السينما أفلام سواء كانت إماراتية أو خليجية فبدت السينما عندنا تأخذ مسارها الصحيح تدرينا الفيلم يوم نعرض في السينما الكويتية كان المنتج اللي قال لنا عنده فيلم كان يوقفون أخروا في المقلة ترى هذا الضرب عليه ناس ضرب ونعرض عندكم وخذ فترة كواليسه كفلم يختلف عن كواليس المسرح والأعمال لأنه هناك كان عند الفيلم هذا كواليسه تختلف بس الحلو فيه شنو أنه إحنا يبنى طباخه يعني ريشها يا الله يبنى الخير ما يأكل ذبح وماذا فيه ناس شديد يعني حتى إحنا فيه ناس يحب الدياي يأكلهم مذبوح بيومه صح طازج إيه موم ثلج يأخذ الفلين هذا بالمطار ثلج يوصل ويقول لهم أن هذا أكل يعني ويبنى طباخه يا أنا فإحنا تصوير شمينا على دريحة المشبوس الكويتي التايلنديين أكلهم معروف أكلهم ولا يأتي واحد مهندس صوت تايلندي بس مسلم فأنا طبيعتي من هذا نوزع هذا كلها أكلنا قال أنا مسلم كنت مسلم أطبق حياك حياك الله حتى الأخوان يعني الناس الثانين الديانات الأخرى والله أبقال كانوا يهدونا كلهم ويأكلون مجبوسنا نحن زاد الطلب قبل أن نسوي مثل السد ديايات مثلا حقي أنا كم واحد أنا وإيسا أحكي من أن نسوي خمسة عشر ديايات نحن نقوم بالبيع إيه وجدر كبر وهذا طباخ يقول لي يبقى كان أذكره سوري بس ما شاء الله طبخه يعني ما أخذ النكهة الكويتية صار النفس الكويتي في الطبخ المخرج أيضا عمان حسين كان من المخرجين معنا ساوى من تايلنديين عمان يأكل فلفل وعندهم فلفل غريب قال يبوني فلفل أعطيكم بجبوت يعني الآن صار فيه مساوم بالأكل وقايضة فمن الأشياء الحلوة أنه يوم تغدوا متشبوسنا خدروا المتشبوس معروف إيه فهذا ما الضاء وما أذكره سوي شي نعم ما قلنا ما دي وقلنا ما ما قلنا مراء وانتو عارفين الوضع ايه كان أقولهم أعطوا النبرة تقدرت نام لك ساعة الله يعفظكم يا ربا مركم جدا جميلة طارق العلي صار مقلب الأعمال لا أنا لي عمل واحد بالسنة قليل كوني كمنتج لا أنا دشيت يا أخوي شراكتي يا سادة عيسى العلوي انتاج عمل واحد ليش لأن خصوصا في رمضان ما قدر أسوي عملين وأسوقهم وهذا الموضوع صار معاي العام الفنان الكبير أهود حسين كان عندها مسلسل كف ودفوف ونجاح نجاح كبير وكان عندي أنا غريب وهو أعتقد إن شاء الله معلوماتي صحيحة الوقت اللي أنا بصور فيه طلبتني فيه أستاذ هدى باستصويرهم في مملكة البحرين فقلت لها ما أقدر يعني نكون أن أنا عندي عمل انتاجي مع أسماء كريمة لكن اليوم بعد أسم هدى أسم كبير فحد القناة أو الموزع بيأخذ الأسمين الكبار مثلا ويترك يعني ميزانة طبعا الكفة تكون أعلى أي وأسماء ونعم فيهم هنا وهني فأعتذرت وثوينا غريب عندي باستوديو والحمد لله لقع نجاح طبعا كف كف تفوف المفروض إن أعتقد في رمضان بس بعدين لظروف أيضا خاصة فيه من أعرض وراء رمضان نعم فهنا لهم شاركتها إن شاء الله يابونا حق المضان فأنا أساس التسويق اكتفي بسبب التسويق يعني هدى لو ينعمل أقوله مو حق المضان أيام يعني شهور أخرى أوكي ولا حين بعد وجود المنصات وجود الغنوات هذه الغنوات تبي لازم لكن ما زلنا ننتظر أعمال طارق علي إن شاء الله وننتظر الأعمال الجميلة اللي ترسم الابتسامة على ويهنا لأن الحياة صعبة وتحتاج الفكهة تحتاج الحياة متسارعة صارت ونحتاج هذه الابتسامة اللي كنا ننتظرها قبل كنا نتابع التلفزيون لأعمال لمسرحيات طارق علي فمنتظرين هذه الأعمال إن شاء الله إن شاء الله فارك بي وننتظر تبتسم ونترتسم علينا هذه الابتسامة إن شاء الله دوب إن شاء الله يا رب آمين شرفتنا اليوم ونوّتنا الفنان طارق العلي سعيدين بهذا اللقاء وتشرفت بهذا اللقاء وإن شاء الله أيضا مشاهديننا عبر قناة الشرقية من كلباء استمتعوا بهذه الكواليس اللي احنا نشوفها عمل الفنان لك وما نشوف الجانب العام منطقة كلبة فيها يدت الفنان إبراهيم زالم يا سلام نقول شنو قصة في كواليس آثواني هذه كواليس الصداقة طبعا من عمر أنا والفنان إبراهيم سالم وحميد رحمة الله عليه كان حميد شاري سيارة صنية ديش الأيام بالتسعينات فإبراهيم بيزور يدته في كلبة تحية لهالكلبة وهالإمارات كلهم فقال يالله أحميد وبعد على قولة هالإمارات إبراهيم سالم يدوح أحميد ما يخلي يدوح وتقربا طريج شوي طويل المهم هذا فقال إبراهيم أنا أسوق السيارة لأن أنا دي البيت يدتي ما كان في بعد النفاقشن فإبراهيم في جادة يعني من بين البيوت وصلنا ففي جدع الشيارة مقطوط قاصينا بيت من الشيارة وقاطينا أساس نظافة شيئا إبراهيم خلي الجادة السليمة وراح بين بيت والشيارة مقطوطة طبعا عبر التاير لو ولي داس حيسوي مثل وطبه كان جدع ينز طق السيارة ورد على السيارة إي فإبراهيم وقف شذي طبعا تعرفيني كيف إبراهيم سالم لأرفع عيونتي أنا ميت ضحك ورا طبعا الحميدي طالعا سوال حركة أشكور أشكور مفهمة روح السيارة رح نبيت يدت إبراهيم أحنا يقول الحميدي أشتكي عندي يدتك قال وما سكين مرة عودة وانا تتمل تشكين هذه الأشيال الله يحفظك والله يحفظك يا رب ونسنا بهذه الدقائق وسعدنا بوجودك فإننا الطارق العلي وإن شاء الله نشوفك في الأعمال الجديدة بدنا الله في هذا رمضان والأعمالي بعد رمضان إن شاء الله أنتو مشكورين وشرف لي اختيار اسمي من ضمن كوكبة جميلة رح يتقابلونهم وقابلتوهم وصابحونا عاد إذا ما نستغنى الأسماء القديرة المطلوب من الحلقة لا والله لبيت المطلوب وأكثر وما نستغنى دائما على الأسماء القديرة في مجال الفن الخليجي أنتو قادرين تستهلوا الله يحفظك يا رب إذا مشاهديننا كواليسنا اليوم مع هذه الشخصية الجميلة والإستثنائية انتهت ترقبونا في حلقات قادمة مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر